مرة أخرى تتعرض شبه جزيرة القرم للهجوم جسر كيرتش الحيوي الذي يربط القرم بالبر الروسي طلق ضربات مباشرة فجراً خلفت قتلى وجرحه بينما توقفت حركة المرور على الجسر مسيرتان بحريتان أوكرانيتان نفذتان الهجوم بحسب السلطات الروسية في محاولة من كييف لإخفاء فشلها ميدانياً كما تقول السلطات الموالية لروسيا في دونتسك هجوم يبدو أنه أغضب القيادة في موسكو حيث خرج نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفيدف مهدداً بضرورة تفجير منازل من وصفهم بالإرهابيين والقضاء على القيادة العليا للجماعات الإرهابية في أوكرانيا على حد تعبيره في حين اعتبر لكريملن أن الجانب الروسي على علم بمن يقف وراء الهجوم في المقابل يبدو أن كييف لم تخفي مسؤوليتها عن مجره حيث نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر في كييف إقرارها بتنفيذ القوات الأوكرانية للهجوم حيث وصفت المصادر ما حدث بأنها عملية خاصة نفذتها الاستخبارات والبحرية الأوكرانية مستخدمة مسيرات بحرية استهداف الجسر الذي يبلغ طوله 19 كم ليس الأول من نوعه منذ بدء الحرب في أوكرانيا حيث تعرض لتفجير ضخم في مطلع أكتوبر من العام الماضي ناتج عن شاحنة كانت تحوي متفجرات رسائل تسع كييف لإرسالها لموسكو من خلال استهدافها للرابط المباشر الوحيد بين شبكة النقل في روسيا وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو من أوكرانيا عام 2014